اشتركوا في القناة والمتجدد والذي نسعى من خلاله للعيش مع كتاب الله عز وجل للعيش مع وحي السماء للعيش مع أعظم رسالة أتت لبني الإنسان رسالة من خالق الأكوان رسالة بها الهدي رسالة بها الشفاء رسالة بها أحسن القصص لأعظم الشخصيات التي مرت والتي ستمر في تاريخ البشرية والإنسانية فيها العبر فيها الحكم فيها النور فيها القدوة فيها الهداية فيها المثال الحقيقي من بني الإنسان ليست ضربا من الخيال ليست ضربا من الأمنيات ليست ضربا من التهيئات وإنما حقائق ووقائع جرت على هذا الكوكب مع البشر ومع بني الإنسان وذكرها الله عز وجل وحيا لنبيه وهداية لكل من أتى بعده صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى مكان هام وهام جدا في قصة يوسف عليه السلام وصلنا إلى قضية يعني تضج مضاجع بني الإنسان القضية العلاقة بين الرجل والمرأة هذه العلاقة التي أوجدها الله عز وجل لتكون أساس استمرار البشرية لتكون أساس استمرار الإنسان لتكون هذه العلاقة التي وضعها الله عز وجل لتكون خيرا وسعادة لبني الإنسان ولكن الشيطان يأبى إلا أن يحول كل فضيلة إلى رزيلة يأبى إلا أن يحول كل أمر جيد فيه خير بين الإنسان إلى كابوس مزعج إلى ألم إلى ضجار إلى ضياع للوقت والجهد والزهن والإمكانيات وصلنا إلى قصة سيدنا يوسف حينما ذكره الله عز وجل لنا في الآية 22 فقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين جمع يوسف عليه السلام جمال الظاهر وجمال الباطن جمال الأخلاق وجمال الشكل فكان في ذلك نموزجا مميزا من بني الإنسان ولكن المشكلة المشكلة حينما نؤثر الفاني على الباقي حينما نؤثر الرخيص على الغالي حينما نرى في الإنسان جمال العينين وجمال الشكل وجمال الشعر وجمال الوجه ونغيب عن جمال الروح ونغيب عن جمال الإيمان ونغيب عن جمال الأخلاق عندها يأتي الشيطان وراودته التي هو في بيتها عن نفسه غفلت امرأة العزيز غفلت عن نور الإيمان الذي في هذا الشاب غفلت عن الفضيلة غفلت عن أن هذا الشاب سيكون جسرا لها إلى الجنة إلى الله عز وجل لا أن يكون لها جسرا إلى جهنم وإلى معصية الله ولكن الشيطان يأبى فقد أقسم لأغوينهم أجمعين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه نعم راودته راودته أصبحت اليوم شعار لأكاديمية كبيرة جدا لأكاديمية شيطانية راودته أصبحت اليوم علوان لصناعات صناعات أفلام صناعات أزياء صناعات عطور صناعات وصناعات 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 عنوان وراودته المراودة وطبعا هذه المراودة تكون بأشكال متعددة ما هي المراودة؟ هي رسائل هي رسائل لطيفة هي رسائل ناعمة هي رسائل هادئة غير مكشوفة غير صريحة ولكن هي رسائل واضحة فاليوم للأسف فلسفة وراودته أكاديمية وراودته الشيطانية شو هي أكاديمية شيطانية أصبح لها اليوم من الدعم الشيء الذي لا يخطر على بال نعم أخذ الشيطان هذا المبدأ فكما ذكرنا اليوم المراودة تكون بعطر المراودة تكون بلبس المراودة تكون بابتسامة المراودة تكون بكلمة تكون بقصة تكون بلحن في القول أنت كلمة قد تقولها قل له شكرا وتقول له شكرا وتقول له شكرا كل كلمة إلى كل مغمة كل لحن اليوم علم الحان وعلم الموسيقى وعلم كبير وعلم واسع فكلمة المراودة بدأت امرأة العزيز مثل ما بيقولوا يعني باللغة العربية بدي برش انبوز يعني شو يعني برش يعني بزدت الطعام للطيور حتى تخرج الطيور من مكامنها لتلتقط هذا الطعام وتلتقط هذا الحب وهكذا هي المراودة هي بدأت ترسل رسائل انه يعني لتشجعه لا كأي شخصين كأي كذا بدأت بهذا الأمر فوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يعني أول شيء المراودة ما أعطت نتيجة المراودة ما أعطت نتيجة فلما ما أعطت نتيجة قال لها الشيطان لعله خائف لعله يخشى هو عبد فقير بسيط بخاف يفوت صاحب البيت بخاف يفوت حدا بخاف يعطي عطي وسائل الجريمة مع الطمأنينة غلقت الأبواب فهكذا يا أحبابنا المعصية تتطور شيء فشيء مرحلة فمرحلة فمرحلة كل خطوة يا أحبابنا ذكرت في هذه الآيات هي مدرسة بحد ذاتها هي مدرسة وراودته التي هو في بيتها أول المشاكل الخلوي 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 ليش تهيئ أسباب الخطأ تهيئ أسباب فبنا ننتبه نحن أنه إيه والله أخي فلان إيه والله أخي كذا من حط تبريرات من حط لا وراودته التي هو في بيتها فهون إشارة راودته عن نفسه وأرسلت رسائل متعددة باللبس بالكلام بالشكل بالتصرفات بالكذا فلما كل هذه الأمور لن تجدي نفعا أعطيه مزيد من الأمان غلقت الأبواب كمان ما في استجابي من سيدنا يوسف ما في استجابي من هذا العبد الصالح المؤمن من هذا الشاب الراقي الذي تتلمز في مدرسة الأنبياء تتلمز في مدرسة سيدنا يعقوب تتلمز في مدرسة وحي السماء وقالت هيت لك تهيئت لك الأمور هلأ صار في تصريح هلأ ما عد في ما عد في مراودة ما عد في إشارات وغلق أبواب هلأ انتقلت الأمور إلى مرحلة أبعد من ذلك صار في كلام صريح كلام واضح الأمور مهيئة إلك الطريق مفتوح فشو كان الجواب قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي ربي أحسن مثواي يعني طبعا المفسرين بهذا الأمر على آراء وطبيعي دائما يعني كل قضية ليش لأن كانوا بزمن فيه ترف علمي فكان الكتاب يوزن بوزنه دهب فشو كان يختر على بالهم من أفكار من احتمالات فكانوا يضعوه ثم يعودون ليرجحوا النص يعني مو معناته هالفكرة ذكرت بالتفسير معناته هذا رأي المفسر لا هو كان يذكر كل شيء ثم يرجح بالأخير الرأي الراجح فقال إنه ربي أحسن مسواي بعض المفسرين قالوا إنه هو العزيز يلي هو قال لها أكرمي مثواه فقال مو معقول أنا إني أعمل هالشي هذا وأعمل يعني مع صاحب النعم يلي عليه هذا رأي ولكن الرأي الأرجح أنه الخوف من الله عز وجل فالله هو الذي قدم له المثوى والله هو الذي أنقذه من الجب والله هو الذي أرسل له السيارة والله هو الذي حنن عليه قلب العزيز فقال إنه ربي أحسن مثواي والحقيقة بهذه الآية هناك إشارة بليغة هذه الإشارة أنه لا يحجب عن المعصية إلا الخوف من الله شو طبعا في حال توفرت الأسباب والشروط توفر المكان وتوفر الأمان وتوفر كل شيء أحيانا الإنسان بيخاف من المجتمع أحيانا الإنسان بيخاف من كذا بيخاف طيب كل هالأمور هي إن وجدت شو لا يمنع الإنسان لا يمنع الإنسان من الخطأ ومن العلاقة الخاطئة إلا خوفه من الله عز وجل هذا هو المانع ولا يوجد غيره من مانع لا يوجد غيره من مانع فهذا الشيء الذي يردع الإنسان لذلك يا أحبابنا يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا زلمة بيخاف الله زلمة عنده دين حقيقي مو دين شكلي أم بلاج وعنده أخلاق حقيقي قال هذا زوجه ليش قال لأن هذا سيكون حريص على إيمان زوجته سيكون حافظ لها سيكون حافظ لنفسه من الخطأ أما إذا ما في هالشي هذا تطلع تجي إنساني بتقول لك تقول لك يا والله بعد كذا وكذا خان عمل كذا عمل علق طبعا شي طبيعي بدي يعمل لأن بالأساس نحن لما تم هذا الزواج تم بناء على أديش معه مصاري أديش في مال أديش في مكاني شو معه شهادات أصبح عامل الدين شكلي أصبح عامل الدين ظاهري أصبح عامل الدين والأخلاق يعني بعدين أخي ما عنده مصاري ما بننوجع ألبنا وما بننتعب حالنا ما عنا كذا والله صاحب المصاري ممكن يفلس وممكن يطلع وممكن يعمل بيض أصلا ليست المال هو الأمان ولكن الله هو الأمان لهذه العلاقات فلما غفلنا عن هذا فسد المجتمع اليوم مجتمعنا فاسد ليش لأن أسس الزواج السليم يعني قضينا عليها إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلوقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة ونحن اليوم نعيش هذه الفتن هذه حقيقة وهذا واقع وإذا ما حطينا الامراه وراجعنا حالنا فالواقع قصة سيدنا يوسف فيها دروس قال معاذ الله إني أخاف الله فهذه الأكاديمية اليوسفية النبي عليه الصلاة والسلام جعلها منهج لأصحابه الكرام جعلها منهج لأمته جعلها عبارة عن أكاديمية رمزة ومثال البشر سيدنا يوسف عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم في حديث بمنتهى الروا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما حاولنا نفهم شو معنات ما حنستطيع لأن المشهد عظيم والهول الكبير من هؤلاء السبعة ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله هذا المثال اليوسفي وهون يا أحبابنا في نقطة في نقطة بدنا ننتبه دائما في الأحاديث في الآيات في المواقف القرآن الكريم ما فرق بين ذكر وأنثى شو أطبالكم القرآن الكريم ما فرق بين ذكر وأنثى الآيات واضحة في سورة النساء الآية 123 و124 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ما في ما في فرق الزنا الزكار مثل الأنثى نفس العقوبة نفس الحد الكذا وكل شيء بالإسلام الزكار ولكن حينما يصبح المجتمع جاهلي تتفوق العضلات حينما يصبح المجتمع مجتمع الغاب مجتمع الغاب يصبح مجتمع ذكوري ليش بصير مجتمع عضلات لم يعد مجتمع عقل وفكر وأخلاق وإيمان ووحي من السماء فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرة فما أحد أنصف المرأة كما أنصفها الله عز وجل بوحي السماء ما أحد ولا يمكن لأحد أن ينصف المرأة وما نرى اليوم وما يحدث اليوم أكبر مثال ودليل على ذلك فمعناته وراودته ليس القصد هو المرأة التي تراود الرجل وإنما الرجل الذي يراود المرأة سيان يعني مو بس والله لأطر تبع المرأة للمراودة وعطر تبع الرجل للمراودة وأبتسامة الرجل وكلام الرجل ورسائل الرجل فالقضية واضحة وإنما هنا أمثلة تعطى أنه الكل فلذلك رب العالمين أغلق الباب من البداية قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره كمان وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهن ومعناته نحن والله قال لا لا نقعد متطلع والله هذا ظريف وهذا حلو وهذا عضلاته وهذا ما بعرف إيش والشباب يتطلع وهيه لا هذا بجوز ولا هذا بجوز هذا غلط وهذا غلط هاي راودت وهذا راود هذا كله من عمل الشيطان هذا العنوان هذا كله من عمل الشيطان قال معاذ الله مدرسة الخوف من الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يلي بتظلم نفسه بالمعصية يلي بيظلم نفسه بالمعصية يلي بيظلم نفسه بالبعد عن الله يلي بتظلم نفسه بالبعد لن ينجح ولن يفلح ولقد همت به وهم بها طبعا وقف اليوم يعني اللي ما بيعرف شيء من الدين والإسلام بيعرفها الآية واللي ما بيسأل على شيء بيسأل على هالآية وإلى الآن يعني كثير لم تحسم عندهم هذه الآية والسبب هو عدم العلم بالتفسير هذه الآية واضحة ومحسومة وصريحة ولكن أين هو الإشكال الإشكال حينما يتصدى للموضوع من لا يعلم به اللي بدي يفسر قرآن كريم بدي يكون عالم باللغة العربية بدي يكون عالم بالبلاغة بدي يكون عالم بأسباب النزول بدي يكون عالم بما بدي يكون والله إنسان مو ياخد لي والله فلان كلمتين يقعد يعطي درس بيقرى لحاله يفهم أهله وسهله ميت مرحبا بيقرى لحاله بيفهم أما يتصدى للتفسير فهي جناية إذا ما كان عنده هذا العلم وهذا الأمر ولقد همت به همت أن تفعل معه الفاحشة وهم بها إذا وقفنا هون معناته وهم أن يفعل الفاحشة معها مثل ما هي همت له هم الغريزة هم الكذا بعضهم قال هم ليطش بها ولكن الحقيقة لا هذا ولا ذاك قال ليش قال لأن في كلام بعد هذا الكلام والقرآن أعظم ما يفسر به هو القرآن القرآن يفسر بالقرآن أول شيء لابن كثير من أهم المفسرين قال كنا نفسر القرآن بالقرآن وبالقرآن فإذا عجزنا ما لقين شيء لجأنا إلى السنة أعطوا بالكم هذا هذا الشيخ المفسرين ابن كثير هذا تسلسل العلم هذا تسلسل المعرفة فهي همت به همت أن تفعل معه الفاحشة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فهنا فسر الموضوع فسر الموضوع بلولا شو هي لولا يا أحبابنا ويا أخواننا لولا هي حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود يعني امتنع حصول الشيء لوجود أمر آخر لوجود سبب ثاني يعني بالنتيجة الفعل لم يحدث الفعل لم يحدث مثل ما بيقول الشاعر لولا الحياة لهاجني استعباره لولا أنا بستحي كانت دموعي نزلت على وشي ولا زرت قبرك والحبيب ويزاره وكنت رحت على أبرك وبكيت على أبرك بس أنا بستحي الناس تحكي علي فامتنع الفعل لوجود سبب فهون امتنع الهم لوجود برهان ربه لولا حرف امتناع لوجود فوجود البرهان منع الهم من طرفه فامرأة العزيز همت قولا واحدا ليش لأن لقد مع الفعل الماضي للتحقيق لقد مع الفعل الماضي للتحقيق فلقد همت به مية بالمية هم بها لولا أن رأى برهان ربه لم يهم بها لوجود برهان ربه فالهم من سيدنا يوسف لم يحدث نقطة على السطر واحد يقول لي ايه هو بشر ايه هو هلأ هي قصة تانية نحن عم عم نوصف ما أوحاه الله لنا حول هالقصة انسان عادي ولا مو انسان عادي ولا بشر القصد واضح وهم بها لولا أن رأى برهان ربه والمعنى لولا وجود برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها يعني اي انسان ما عنده هذه الصلة العميقة بالله ما عنده هذه المخافة العظيمة من الله كان سيقع بالمعصي كان سيقع بايش بالمعصية لولا أن رأى برهان ربه شو هو برهان ربه هنا يعني يجول المفسرون ويطرحون آراء فبعضهم يقول أنه الإيمان ووحي السماء وتربئ وهذا كله صحيح هذا من برهان الله عز وجل وفي رواية لابن عباس أنه رأى صورة يعقوب عليه السلام رأى أمام سيدنا يعقوب وأرشده إلى ما يجب فعله بيّنوا أنه تبه دير بالك أنت في خطر أنت في كذا فهذه الرواية عن ابن عباس وهي رواية ممكنة تماما وهناك كثير من الأحداث في تاريخنا الإسلامي يعني تؤكد وجود مثل هذه الأمور فسيدنا عمر حينما كان يخطب فقطع الخطبة والتفت وقال يا سارية الجبل للجبل وكان سارية في إحدى المعارك في بلاد الفرس فقال وكأني أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرنا من الجبل فالتفت فوجد إيش فوجد العدو يأتي من الجبل فتلاف الموضوع والقصص كثيرة وكثيرة جدا منها الصحيح ومنها الموضوع ومنها الضعيف ومنها المفبرك يعني كمان بدأ يكون الإنسان عاقل وأنه كمان ناخد قصة لا 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 دائما العقل والحكمة والورع أساس في كل هذه الأمور ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى مرهان ربه فكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فالله صرف عنه السوء فكيف ليهم بالمعصية الهم بالأمر يعني الإنسان بده يعمله مو فكار مو خطر على باله في فرق بين فكار بين إجاء خاطر بين إجاء بين هم بالأمر فهون كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من إيش اليوم يوم هدد إبليس وقال له لأغوينهم وليزينن لهم قال له إلا عبادك منهم المخلصين هدول أعلى من المخلصين هدول مجموعة منطقات مجموعة كذا ليش تم انطقاء لأخلاقها لجهدها لعملها لتوكلها على الله لإيمانها لمحبة لله عز وجل حصلوا هذا المقام وقبل كل شيء قضل الله عز وجل عليهم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقاء الباب شو؟ سابقوا نحو الباب سابقوا كل واحد له غرض وله هدف فتسابقوا نحو الباب هي تريد أن تمسكوا بالزور هلأ بالقوة بدك تساوي أول كان مراودة بعدين تغليق أبواب بعدين تصريح بعدين همت بعدين هلأ بالقوة وهو ليهرب وينجوا بنفسه من المعصية يعني امرأة في منتهى الجمال بقصر وعند السلطان وعند الشو اسمه طيب ليش يا يوسف والله لأنه رأى جمالا أبدع وأعظم من ذلك رأى رأى جمال الله جمال الصلة بالله جمال محبة الله جمال الخوف من معصية الله عز وجل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني فهذا الهم وهذا الأمر وهذه القضية استبقى الباب وقد ضد قميصه من دور شأت له قميصه من الخلف هي راك دي عم تشده وفجأة هون الفيا سيدها لدى الباب يلي خايفين منه صار المحزور وقع فأتى العزيز في ذلك الوقت وطبعا العزيز معه المفاتيح لو غلقت الأبواب فهو الوحيد اللي معه المفاتيح فدخل وهم في هذا المشهد المشهد واضح المشهد واضح وصريح ما بدأ اتنين يحكو فيها فدغري هي بادرت وانقلبت من محبة عاشقة هائمة شوفوا لمسات الشيطان يا احباب لو كانت هي صادقة بها الحب هذا وكان هذا حب رحماني وحب ايماني بتقول له انا بضحي بنفسي ولا كذا ولا هذا لا بس هذا الحب الشيطاني يا احبابنا هذه العلاقات الشيطانية دغري قلبت الاصة 180 درجة قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء هذا الزلم كان عم بيحتدي عليه هذا الزلم كان عم بيحاول شو اسمه فشو جزاء هذا الا ايزجان او عذاب أليم يا لازم يتعذب عذاب أليم يا لازم ينحط بالسجن فسيدنا يوسف بكل يعني صدق واخلاص وقال هي روادتني عن نفسي انا ما اعمل هي التي روادتني عن نفسي وهنا اتى دور الشاهد الخبير اليوم في علم الجريمة بيقولك في شيء اسمه تمثيل للجريمة احيانا بتلاقي بيجي الخبير بالحوادث ما شاف الحوادث وانما شاف علامة دولي بيقولك هي سيارة كانت بسرعة كتير شاف الانعطاف لكي كان جاي من هجها الضابط الجنائي بيدخل على مكان الجريمة بيشوفوا الطلقة وين طلعت فكل هذا يعطيه وكل القرآن يعلمنا انتم بحاجة لكل علم من العلوم ما في علم انتم لستوا بحاجة له فهذا الذي اتى وهذا الخبير الذي اتى وهذا العالم الذي اتى ما شاف شو صار ولا وانما اعطاهم الادلة ممكن شي بتشوفه بعينك في اليوم ادلة في دلائل وبراهين فقال ان كان قميصه قضة من قبل فصدقت وهو من الكاذبين اذا اميصه الشأ من الامام فهي صادقة وهو كذاب لان هو هاجم وهي عبد الدافع عن نفسه شأت له اميصه من الامام وان كان قميصه قضة من دور فكذبت وهو من الصادق ان كان هذا الاميص انشأ من الخلف وهو صادق هو هربان هو بده ينجي بنفسه فكذبت وهو من الصادق فلما رأى العزيز فلما رأى قميصه قضة من دور قال انه من كيد كل هذا كيد كل هذا ان كيد كن عظيم فبيلك الله استعظم كي اين بالقرآن خلق النبي وكيد النساء وحدة صح ووحدة مو مو صحيحة الله استعظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم مين قل وإنك لعلى خلق عظيم الذي قال هو الله عز وجل هو وصف نبيه في ذلك أما هون مين قال إن كيد كن عظيم عزيز مصر عزيز مصر هو الذي قال الوحي ينقل لنا القصة ينقل لنا فهذا هذا رأي عزيز مصر إنه من كيد كن هاي من أفعالك إن كيد كن عظيم مو معناته نأخذ إنه هذا والله هو قول الله عز وجل واحد يقول لك إيه بس هين قالت بالقرآن إيه كمان فرعون قال أنا ربكم والأعلى والقرآن جابة معناته صار مزبوط هالكلام يا جماعة بدنا نعرف شو معنى علم تفسير بدنا نعرف شو يعني إسناد النص وإسناد القول مو إنه يعني قرآن لا بدك تشوف النص وسياق النص لا تقرب الصلاة بيئلك واحد قرآن هيك هيك معناته ويلو للمصلين هاي قراءة الشيطان هاي قراءة الشيطان هاي قراءة الجهل قراءة عدم المعرفة فاليوم ذهبت مثلا الله استعظم شيئين كيد النساء وخلق النساء فيه اليوم كل رجال عنده كيد 500 ألف مرة وفيه كل رجال عنده كل كيد وفيه كل مرة عنده كل كيد من رجع على أساس القضية من يعمل سوء يجذبه ومن يعمل صالحا من ذكرين أو أنثى يوم بيدخل الشيطان يا ويلنا من المرأة ويا ويلنا من الرجل يا ويلنا من هذا الإنسان الذي يتحول إلى وحش بغض النظر بغض النظر عن الجنس تبعه هل هو امرأة أو هو رجل فما في تمييز بهذا الأمر ولكن هذا الكلام هو كلام العزيز ويتابع كلامه يوسف أعرض عن هذا وهذا يدل على احترامه يا سيدنا قال له خلاص انسى الموضوع هذا واستغفري لذنبك وأنت كمان استغفري لذنبك وتوبي من هالخطأ واضح أنه أنت إيش أنه أنت يلي كنت صاحبة الكيد وصاحبة المخطط وصاحبة الجريمة إنك كنت من الخاطئين طبعا هون يفرجيك كيف كان مجتمع متفلط كيف كان مجتمع ماله المجتمع والله اللي عنده القيام والمبادئ والأخلاق وإلى آخره من هذه الأمور وقالت وقال نسوة من المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لا نراها في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحقيقة ملحمة لسيدنا يوسف ملحمة في الأخلاق ملحمة في المواقف الحقيقية من قلب الحياة ومن قلب الوجود ساعة نعرف الإنسان كيف رب العالمين اتدخل وأنجامنا البير ساعة نعرف كيف الإنسان رب العالمين اتدخل وأنجام من ظلم الظالمين وأنجام من السجن ساعة نعرف كيف رب العالمين جعلوا على خزائن الأرض ساعة نعرف كيف الإنسان رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عوادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغثين يا أمان الخائفين أغثنا تبكلنا عليك يا رب العالمين يا رب هيئ لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا إليها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغثين يا أمان الخائفين يا رب يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق اهدي أبناءنا لأحسن الأخلاق لا يهدهم إليها إلا أنت أعنا على تربيتهم أعنا على تنشئتهم على الشكل الذي يرضيك عننا وثبتنا على دينك وثبتنا على طاعتك واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب أحثم مسوانا يا رب ولا تجعلنا من القوم الظالمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة